مرحبا بكم متابعين الاعزاء متابع صف الاول الابتدائي الواحدة الاثناشر بت باي بت شوف كلا مع بعض كلمات الجديدة مع انا jump jump jacket 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 jam 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 لان طلبك ركزت معي جميل هتلاقي ان احنا واحنا بننطق حرف J خاصة لما يجي في اول الكلام بنحط له دي خفيفة كده في الاول فما بنقولش jump لا بنقول jump jacket jump نروح الى ال V كلمات بتبدأ بحرف ال V شاحنة van 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 كمان violent violent طبيبة بيطرية VIT او حتى طبيب بيطرية برضو عادي VIT VIT خمسة 5 5 5 تاني اراك كلمات اللي في الصفحة كلها بقى مع بعض كده يالله الوراية يالله الوراية VIT 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 5 5 يرتب الاشياء ويضعها في مكانها الصحيح Tiding up Tiding up يبقى لما نرتب الحاجة Tiding up Tiding up احنا جبنا شوية حاجات وحطناها في الصلاة وعايزين نحطها في مكانها بقى نحط كل حاجة في مكانها غسلنا وحطنا الهدود جبنا الهدود مع العلحبل وعايزين نحطها في الدولاب اشترينا شوية حاجات وعايزين نحطها في التلاجة يضع الحاجة في مكانها الصحي اسمها ايه Boot away Boot away ملابس close اوعى يا حبيبي حد يقولك closes لا اسمها close يقفل الباب يعني ايه يعني close the door يقفل الكتاب يعني ايه close the book دي ملابس يعني close بتاسمها close زيهم كده يبقى ملابس يعني ايه close من فضلك لما حيب اطلب من حد حاجة لازم ابقى مؤدف وانا بطلب الحاجة واقول له من فضلك يعني please 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 اه من المهم ان احنا نساعد الناس طب يساعد يعني ايه يعني help يساعد help التليفون اللي حضرتك مسكو ده هو تقول my phone تليفوني كتابي my book my بنستخدمها عشان الحاجة اللي هي بتاعتي طيب your الحاجة اللي هي بتاعتك your phone تليفونك your book كتابك your pen المك المك اخر حاجة طب يلا بنا ها let هيا بنا يلا مع بعضينا let 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 نقرأ الكلمات مع بعض كلها يا شباب ونقرأ على المدرس الله حبيبي tidying up tidying up put away put away close close please please help 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 my my your 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 let's let's listen to the story then role play let's put the clothes away honey and hannah please help is this your skirt yes it is are these your pants yes they are is this my t-shirt no it isn't this is your t-shirt let's put the clothes away let's put the clothes away let's put the clothes away thats의 my mom who said فهي ندأت على هانا وهنا قلت لهم هاني هانا please help يلا يا هاني انت وهنا يلا ساعدونا هاني بيقول لها هي يجيب قدي بتاعتك يا هانا is this your scared قلت له yes it is هانا بقى بتقول لها هاني are these your pants البنطرون دا بتاعك يا هاني yes they are ايوا دا بتاعي الاب بقى راح بيتكلم وبيقول لهم is this my t-shirt هو دا التي شرت بتاعي يا ولاد ردت هانا قلت له no it isn't لا مش دا this is your t-shirt ومسكة تي شرت بتاع باباها وبتقول له دا التي شرت بتاعك يا بابا مش اللي في ايدك دا طيب اللي بيت افتر مية شباب يلا نقول لها ها قل لها على بعضهم let's put away sorry let's put the clothes away let's put the clothes away let's put the clothes away honey and hannah please help honey and hannah please help is this your skirt is this your skirt yes it is are these your pants are these your pants yeah they are is this my t-shirt no it isn't this is your t-shirt is this my t-shirt no it isn't this is your t-shirt لو ناخد بالنا يا جماعة من لما بنكلم عن حاجة مفرد زي كلمة skirt the skirt the skirt the skirt the muford بنحط قبلها a a skirt طب لو القلم القلم برضو مفرد فبنقول a pin طيب الجباد بقى الجامعة مبنحطش قبلها a ومل بنحط لها ايه مستر بنحط لها s عشان نحول الاسم من المفرد للجامعة يبقى لما يكون عندي اسمه عزة هو المفرد اللي جامع بيزودله is a skirt skirt a pin ألم واحد طب إلان بقى pins طب احنا شفنا في الفيديو اللي فات احط لك اللينك بتاعه تحت ان الكلمة pants و shoes دول دايما بيكونهم جامعة دايما بيكونهم جامعة شوف الاكزامبل this is a sweeter this is a sweeter these are shoes these are shoes طيب لما بنحب بنسأل عن الملكية مش عارفين احنا لقينا حاجة ومش عارفين دي بتاعت مين فالمسأل ان انت شفت الجيبة او البنطلون ملاش البنطلون الجيبة او الكتاب او الالم وعايز تسأل الكتاب او الجيبة او الالم ده بتاع مين هنبص الاول هنلاقي ان الجيبة او الالم دول مفرد ولا جامع واحد ولا اكتر مفرد مفرد يا بنات او يا شباب بالانجلش معناها سينجلر يبقى لما بنسأل عن سينجلر نون بنقول is this your skirt is this your pain is this your pork whatever is this your هو ده بتاعك طيب لو انت لقيت جيبة وسألت اختك is this your skirt لو بتاعتها تقول yes it is طيب لو مش بتاعتها تقول no it isn't is this your skirt yes it is or no it isn't طيب لو بسع عن حاجة جامعة هقول is برضو لا يا ميسر معه مع الجامعة بنستخدم are طيب البنطرون احنا قلنا دايما جامعة طيب لو كان مجموعة من الاقلام جامعة برضو ولو عايز اسأل حد الاقلام دي بتاعتك هقول له are these your pants طيب البنطرون دايما بتاعك are these your pants لو البنطرون طلع بتاعه بيقول yes they are or no they aren't لو مش بتاعه بنستخدم كلمة my وماي ديات اسمها possessive adjective يعني صفة ملكية وبيجي بعدها الاسم مثلا this is my t-shirt وyour برضو نستخدمها للملكية this is your skirt الجيبة دي بتاعتك شكرا ليكم متابعين الاعزاء ما تنسوش تشتركوا في القناة good bye